روح سيبتوكا كتوكا كوا مع معنوبة وكوا توانذي بس نظاني فاتحة رقشة كواكين دانية تي فاتحة أشاتيا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم سلينا على شرات مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر أباهم فهم غافلون لقد أقل قول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناق مغلالا فإلا الأثقان فهم مقمون وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فقناهم فهم لا يسرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشر الرحمن بالغرف بشر وخفرة وعجر الكريم إنا نحن نهي الموتى نقطو ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في مام مبين وضرب لهم مثلنا صحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إلا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إلا تطيرنا بكم لإلا تتعونا نرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أصل مدينة رجل يسأل قال يا قام اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا أسألكم أجرهم وتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردون عن دون الله تغني أني شكاتكم شيئا ولا ينقذون إني إذا لا في ظلال مبين إني آمد بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال ليت خوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومي من بعده من جد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا ساعة وعدة فإذا هم خاعدون وحصة على الإباد ما أتمن رسول الله تغني أستاذون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعهم لدينا منظرون وآتوا له الأرض الميتة أحييناها وقرجنا منها عبا فمنه يأكلون واجهلنا فيها جنات من نخيل وعالم وفجلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومعاملة يديهما فلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبطوا ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نزلق من النار فإذا هم مذلمون والشمس تجري لمستقر إلى ذلك تقدير عزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرور القديم لا الشمس تنبغي لها أن تدرك الكمال السابق منها كل فيه فلك يستطيعون وآية لهم أننا عملنا ذرية في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن شانقركم فلا صرق لهم ولا ينقضون إلا رحمة من نعمة إلى خير وإذا قيل لهم تقو ما بين أيديكم وما خلبكم لعلكم ترعمون وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم انفقوا مما رضاكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا هنتعم من لو يشاء الله وطوة لنتم إلا في الآي مهين ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم شادقين ما ينظرون إلا سعاة واحدة فإذا أخذهمهم يقصمون فلا يستطيعون توسطا ولا إله إذا دعون ونفق بسور فإذا أمنا إذا دعا ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا مراد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سعاة واحدة فإذا هم جميع الذين مغلون فليهم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب جملة اليوم في شؤون الفاكرون هم أزواجهم في ظلال للغاية متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما أدعون سلام قولا من رب الرحيم أمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسروا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتغلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاه لتخصنا على عين فاستبقوا الشراق فأنا يبسرون ولو نشاه لما سخناهم على مكانتهم فاستبعوا بيه ولا يريعون ومن نعمر ننكس في القلب فلا يقلون وما علمناه الشوى ومن بغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليذر من كان عيا وعيق القول للكافرين أولم يراننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أدعم فهم لا أمالكون وذللنا لهم فمنها رقبوا ومنها يقلون ولهم فيها منافر ومشاربا فلا يشكرون واتخذوا من دون الله عالية لها لهم يصرون لا يستدعون نشرهم وهم لهم جد مضرون فلا يهزون تقولهم إنا نعنهم ما يشرون وما يبذلون أولم يروا الإنسان أننا خلقناه من لطفة فإذا هو قصر مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يخلق وغير من قلوا هي الذي أنشاء أول مرة وبكل خلق أليم الذي جارلت من الشجر الظهر نارا فإذا أنتم منه تأخذوا أوليس الذي خلق السماوات الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلاه والعلاق العليم إنما أمروا إذا أرد شيئاً يقول لكم فأكون فاصلعاً الذي يزيم ركض كل شيء وليد الرجاء بسم الله الرحمن الرحيم الله إنا نستحفظك نستعودك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وولادنا ومعالنا وكل شيء نطعتنا اللهم جعلنا وأيام في كنفك ومانك وجوارك وعياتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذيعين وذباق من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدر اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدواء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين وليأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحبنا في كل منسنا إلينا وللمبنين والمبنات والمسلمين والمسلمات رب العالمين وصل اللهم على ابنك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقناك أمال المتابعة له ظاهراً وباطنا في آفية وسلامة برحمتك يا أرحمة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد أشرا في بدر وفي الكون أشرا يا ربي صلي على محمد أكرمي داعي أدوه إلى لحق يا ربي صلي على محمد أكرمي داعي أدوه إلى لحق يا ربي صلي على محمد المصطفى الصعب لكل مصدق يا ربي صلي على محمد المصطفى الصعب لكل مصدق يا ربي صلي على محمد أحلال ورامت له وصدق يا ربي صلي على محمد أحلال ورامت له وصدق يا ربي صلي على محمد أفضل من بتقاتحك يا ربي صلي على محمد أحلال ورامت له وصدق يا ربي صلي على محمد وصلح وسهل من تقاتحك يا ربي صلي على محمد وصلح وسهل من تقاتحك يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صلي على محمد واله ومن بن نبي تعالد يا ربي صلي على محمد واله ومن بن نبي تعالد يا ربي صلي على محمد ومن بن نبي تعالد يا ربي صلي على محمد ومن بن نبي تعالد يا ربي صلي على محمد ومن بن نبي تعالد يا ربي صلي على محمد ومن بن نبي تعالد يا ربي صلي على محمد ومن بن نبي تعالد يا ربي صلي على محمد ومن بن نبي تعالد يا ربي صلي على محمد ومن بن نبي تعالد يا ربي صلي على محمد ومن بن نبي تعالد اشتركوا في القناة 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 امام الامية والمرسلين امام الامية 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 الهينا سلك بالاسم الاعظم وجاه المصطفى فرد على الهي وعلود في شاملين ودعم سترين وظفران لكل المؤمن بنا الهينا سلك بالاسم الاعظم وجاه المصطفى فرد علينا وسطر العرش ما سبول علينا وعين الله ناظرة الهينا الهينا سلك بالاسم الاعظم وجاه المصطفى فرد علينا الهي بالمشاق فرد علينا وبالعبش عليك انظر الهينا الهينا سلك بالاسم الاعظم وجاه المصطفى فرد علينا الهي ببني علو امام بلامه ومعه ولو فيك عطيف علينا الهينا سلك بالاسم الاعظم وجاه المصطفى فرد علينا بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا لياغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم صلى الله عليه وسلم وينصرق الله نصرا عزيزة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فقل حسب الله لا إله 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 إليه توقلت وهو رب العرشي العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم أشرف الصلات والتسليم على سيدنا والبيان محمد رؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه سبحانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه كرامه لا إله إله إلي الله فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل أبيده رحمه تألقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب لا إله إلي الله ما أجل هذا المنى الذي تكرم به المنى وما أعظم هذا الفضل الذي برض من حضرة الإعسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود وترزر برد العوالم بطراز التكريم صلو عليه اللهم سلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتصليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم سلِّ وسلِّم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي أنقضى بانتشار فضله في الخارج والشاز صل الله اللهم اللهم حلف أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأقوان صل الله صل الله من سرٍ اتصل به قلبٌ منيب إلا من سوابغ فضل الله إلا على هذا العجيب صل الله على قلبٍ سروره قد توالى بحبيبٍ عمّل أنا منوالى جل من شرف الوجود بنورٍ غمان كون باجةً وجمان صل الله وعطا في الحسن أعلى مقامه وتناها في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجتلة بشراً كاملاً ينزح الضلالة صل الله وعطا من فوحه مما قد راتوا رفعةً في شؤونه وكمالاً فسبحانَ الَّذِي أَبْرَزَ مِنْ حَضْرَةِ الْإِمْتِنَانِ مَا يَعْجِزُ عَوَصْفِهِ اللِّسَانِ وَيَحَارُ فِي تَعَقُلِ مَعَالِهِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعطا شر منه في عالم البطون والظهور مَا مَلَى الْوُجُودَ الْخَلْقِيَ نُورِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ مِنْ إِلَيْهِ كَرِيمٍ بَشَّرَتْنَا آيَاتُهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ بِبِشَارًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَرْفُتِكُمْ حَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَلِبْتُمْ عَرِّسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ يَا رَأُوْفِ الرَّحِيمِ صلى الله عليه وسلم وعطا جاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فَقَدْ جَاءَ لَا سُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ أَسَلِّ وَسَلِّمْ أَشْرَفَ الصَّيَاةِ وَالتَّسْلِيمِ على سيدنا ونبينا مُحَمَدٍ الرَّحِيمِ عَلَّهُمَّ أَسَلِّ وَسَلِّمْ وَبَلِكَ عَلَيْكَ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ جَاءَ زَجَاءَ جُ voltaً سرَتَ أَسْهُمَ أَسْهَي اي واليها الله لا إله إلا الله ونعمال واليها صفتلي حمايا خالي وعو سيجي تومين صفيها وعقبال وفا اي واليها الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله ونعمال واليها ومن ذا شوابها مثلي اي واليها انا جبل لا يصفيها انا جبل جابلي انا جبل جابلي جابلي وبدأت على اهالي الله أبضل لا إله إلا الله الله أبضل لا إله إلا الله ونعبر وليها انا عطيت كل الفضل تكرم علي بريها انا المجتبع بين اهلي وشفعت في عصيها اللهم لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله والعمال واليها فمن كان ينكر في عليا يجرب وأنا حاميها أنا بعضها والشهب وأنا للمثال جريها الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله والعمال واليها وعين الحقيقتين وأشرب من ساقيها وفخر الوجود فخره أبي بكر لي يا عميها الله لا إله إلا الله ونعمال واليها سوف أهلا كساب الفضل الله وجبرين لراويها الله أبي رسالة وعين حقيقتين وعين حقيقتين وإلا الله وعين حقيقتين وعين حقيقتين وعين حقا بكترون من سادي واليها وأبدأت منها وهبي على من تبعني فيها وأختم بخير في رسول النبي لهدى حدينا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله واليعمل واليها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لن شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعاء صلى الله عليه تثبت بنا في الصدور من الإيمان قوايد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدنا العبد الصواد وأشهد أن أتخاف في قوله وفعله والمبلغان الله ما أمره بيتبلغه لخلقه من فضله ونفله صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغان الله فبلغان رسالة وأدال أمانة وأدال أمانة وهد الله به من الأممة بشيرا كثيرا صلى الله عليه وكان في ظلمة للجهل للمستفسرين سراجا وقمرا كثيرا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من نعمة إن تشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه وسلم اللهم صلى وسلم بأجل صلواتي وأجمعها وأزكاد تحياتي وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبية في مواطن للخدمة لله وأقبل عليه غاية لقبال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في تعلقي بي وحبي ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه صلى الله وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وَتَفَيَّهُ وَتَفَيَّهُوا على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمْ 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 نَفَضَتِ كَبْ شَدَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ دَالِيرُ حَبْ عَلْ عَنْ جَمَالٍ مَشِهُودٍ بِالْعَيْدِ حَاهِلْ لِوصْفِ الْكَمَالِ المطلق والأسن التام والزيد صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبتون فما من صلب الظمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو الكبر التام الذي يتنقل في بروده ليتشرف به موت الاستقراره وموضع خروج صلى الله عليه وقد قضت الأقدار الأزليات بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان كان مستكره في الأصلاب الفاقرة والأرحم الشريفة طاقرة صلى الله عليه 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 وإن كانت الألسنة صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وإلا فأنا تغرب الأقلام أنشؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما أفذته من سعر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راته في الكون منشورا على مر الأيام والشهور والسنين دعي التعلك بهذه العظرة الكريمة ولا عج التشوق لا سماع أوصى فيها العظيم صلى الله عليه ودعل الله ينفع به المتكلم والسامع فادخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صلي وسلم أشرف السلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عين اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم سيدتنا خديجة سيدتنا خديجة زوجة زوجة المصطفى جلنا بالفرجة جلنا بالفرجة جلنا بالفرجة سيدنا بالفرجة سيدنا بالفرجة سيدنا بالفرجة سيدنا بالفرجة سيدنا دفرجة ربنا بلقد عبادة الضفا رأى الظنوب الثقيلة رأى الظنوب الثقيلة رب الأرباب ذيه أعطي عطايا جزيلة ربي سلام ربي حرم سيدتنا خريجة سيدتنا خريجة زوجة المصطفى جلنا بالفريجة جلنا بالفريجة رب الأرباب المالين غير طاها وسيلة غير طاها وسيلة والبتول التي ما طولتها طويلة طولتها طويلة ربي سلام ربي حرم سيدتنا خريجة سيدتنا خريجة زوجة المصطفى جلنا بالفريجة جلنا بالفريجة جلنا بالفريجة جلنا بالفريجة ها يارو في سبيلات جلنا بالفريجة بصادق بحرم سيدتنا خريجة سيدتنا خريجة سيدتنا خريجة سيدتنا خريجة جلنا بالفريجة جلنا بالفريجة الله الحسن والحسنة للصفات الجميلة ولا إما ثلاثة عجروا في السبيلات عجروا في السبيلات وتسالك حرمات سيدتنا خليجة زوجة المسطرة جلنا بالفرجة جلنا بالفرجة الله الحسن والحسنة للصفات الجميلة للصفات الجميلة ولا إما ثلاثة عشر عجروا في السبيلات عجروا في السبيلات وتسالك حرمات سيدتنا خليجة سيدتنا خليجة زوجة المسطرة جلنا بالفرجة جلنا بالفرجة وليهم أحد ما هم ولا طاق حيلة والفقير المقادة سيد هلل وسيلة بسالك حرمات سيدتنا خليجة زوجة المسطرة جلنا بالفرجة وصلك يا الله بهمتاك كفل هوا للمعيلة فرج الكربة إنا لعبا شعل شيئا فرج بحرمات سيدتنا خليجة زوجة المسطرة جلنا بالفرجة فمستقل ألتجيرا جيبي عنك ثقيلة لا تحمله يا رب بالحمولة ثقيلة بسالك بحرمات سيدتنا خليجة زوجة المسطرة جلنا بالفرجة يو يزيم فرحكا وكزالي ونبيات أولي من قونتك ونروء الوليات حسالك بحرمات سيدتنا خليجة زوجة المسطرة جلنا بالفرجة بحرمات سيدتنا خليجة زوجة المسطرة جلنا بالفرجة زوجة المسطرة جلنا بالفرجة زوجة المسطرة جلنا بالفرجة زوجة المسطرة جلنا بالفرجة وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته الخلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هرائرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبي في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وسلم وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه وسلم استودعت هذا النور المبين أصلاب وابتون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصاصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وسلم أمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه وسلم فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه وسلم وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا حملا خفيفا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا علانا صلى الله عليه وسلم أتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثاه مجده الصميم اللهم صلى وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلى وسلم وَذَلِكَ عَلَيْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مَا لَهُولَ يَا مَا لَهُولَ يَا مَا لَهُولَ يَا مَا لَهُولَ يَا لَهُولَ يَا زَنْبِعَ يَا مَا لَهُولَ يا ربي كل الورا رحيم أنزل عطا يا سماوي يا مولا يا سيدي يا رسول الله يا مولا يا من له يا ربidis جعوا عند الله يا مولا يا حمال موسى لنا قد جوو لدمنا صمم بالله يا مولا أحكام تاجري من الحاكم يا مولا أقدار في الكون مقضية يا مولا بي هر ريضا مننا لزيم بي لغاون والفعل وعني يا مولا يا سيدي يا رسول الله يا مولا يا مولا يا مولا جاوح الله يا بي هر ريضا مننا لزيم يا سيدي إلا قد جاو reconciliation يا سيدي يا سيدي استغفرون الله مولا يا أولى الخلق يا خاتم يا مولا يا مما عالي علوية يا مولا في قصد بك أنت به فاهيم وأولو محام الله عدتك غيبي يا سيدي يا رسول الله يا مولا يا من له الجو عند الله يا مولا يا مولا إن المسي إن أخذ جاوك للأنبياء استغفرون الله يا جامعة العلم يا جاسيم أسرار في الخلق مطوية إن شيتاني عبد أو خادم أجروا لك بالعبودية إن المسيء قد جاوك لذنبياء استغفرون الله استغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا مولا يا مولا يا مولا لا جسين اللا سوفرون الله إن الموزئنا قد جاء لذنبياء سوفرون الله لي قلبه في عشقة كرايم يا هو الصفات الجمالية أملي وأنا للهوى كاتم أسرار في الجلبي مخفية إن الموزئنا قد جاء لذنبياء سوفرون الله يا صيدي يا رسول الله يا ملعون جاء عند الله إن الموزئنا قد جاء لذنبياء سوفرون الله إن الموزئنا قد جاء لذنبياء سوفرون الله يا ربي عبر علي سالم يا عيش عيش مرضية سوفرون الله اكف الحسود الشقيق ظالم واجعله في نار معمية إن الموزئنا قد جاء لذنبياء سوفرون الله سوفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا ملعون جاء عند الله إن الموزئنا قد جاء لذنبياء سوفرون الله إن الموزئنا قد جاء لذنبياء سوفرون الله إن الموزئنا قد جاء لذنبياء إن الموزئنا قد جاء لذنبياء سوفرون الله سوفرون الله إن الموزئنا قد جاء لذنبياء 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 سوفرون الله سوفرون الله سوفرون الله سوفرون الله سوفرون الله يا سيدي سوفرون الله 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 يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيب الله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وسلم ندابة لقريش نطاقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تتفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة كنوزهر كنوزه 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فحين قربان وضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيه النبي الترحيب بكل الله عليكم منطار الجود الإله على أهل الوجود تفسج فألسنت الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحبد الله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت تنا هذا المشطور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمة على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضيه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لا في عاد الصمات الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وقت الذي ربتم الله على حضور وجود هذا المولود فانخلق شب الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود في التعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم وقت الله على محببه صلى الله عليه وسلم وقت الله على محببه صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك صلى الله عليه وسلم بوجود المصطفى عمدك ولي اهلي لكوني انصت وصروت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا عبيب سلام عليك سلام عليكم يا عبيب سلام عليك المترجم للقناة 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 والقناة دائرة المعارف والعلوم وشمس كل فضيلة لا تأكل يا ربنا بالمصطفان توسلوا وبقتبنا الحبش علي الأكمل عسى بك المولى يجوذ برحمتي وسعت ويفتح كل ما هو مغفن ومغفن ولقد يتمنا بذكرك سيدي وبكم إلى رب السماء نترسل يا الله يا الله يا قبنا الحبش علي النفحة يسفى بها داء القلوب المعضلون يا قبنا الحبش علي النفحة أيب يا كل المطالب يحسنوا يا الله قتبنا الحبش عليه النفحة هيا بها فرجوا الإله يعجلوا رضوان مولانا عليك رحمة طول الدور على ضريحك تنزلوا والحمد لله رب العالمين الحمد لله kwa fadula na neima za mwenye zimgu tumemaliza dori la kwanza la barnaamiji yetu hii ya maulini na sasa utafuatia wazi ambao utatolewa na kijana chetu fayadhruden na baada ya hapo dugietu al-akh Ahmad bin Smith ya tatia ta'aliki baada ya ta'aliki yake tutasoma duwa na tutakiti mishiwa majlis yetu haya na dugietu in shakha wa bakar amana wa fadha na dua insha' nadiya tfadha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu wa barak ala seyyiduna muhammad ma lisanuhu fosiyuhu wa reikuhu shifaa wa ala alihi الطاهirin wa ashabihi l'muntajabin wa man tabi'ahum b'ihsani ila yawmiddin amma ba'du rabi shrahli صadri wa yassir li amri waahli l'akda temmin lisan yafpahu quawli in ureedu illa l'اصlaح ma astotعت wa ma taufiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ma achhar al-hadirin ba'da yakum shukur wa yazimku subhanahu wa ta'ala yakum takya rahman amani wa namchumi muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ku hakikaya ni amrih ku tawku wa wazih lakini uwaliyo ku hapa mbeliangu au nyumayangu au nikomiyongoni mao ni watu wa na ufaswa hazaidi na ilmu zaidi na ma'rifa zaidi na hikma zaidi kunishinda mimi bali na umbri zaidi labda mimi mewashinda urefu pekiyaki waluku wastahiki zaidi wao kuzungumza na kuwasikia wao na kustafidina wao walakin wakaona na mimi naweza kusumama katika madidi si matukufu kama haya kumzungumza bwana mchumi muhammad sallallahu alayhi wa sallam inshaallah tataraji takuanidua kutoka kwao na kabarka zao mayazimu subhanahu wa ta'ala tukutagawi ya sema mayazimu atayatili ya tawfiqe inshaallah wa ta'ala tumekusanyika katika nyumba katika nyumba nyumba za ilmu na tuastadili tukisema kumbahini ni nyumba ya ilmu kumkusanyiko hunu ambu kumbah tumekusanyika leo tukaweza kukusanywa hapa kuma kusudiyo ya kumbuka bwana mchumi muhammad sallallahu alayhi wa sallam haya patikani haya ispokuwa yule mwenye kutukusanya au mwenye kukusudiyo kufanya hafla kama hini ni kumbayi waju wa sharaf na qima na mahitaji kwanin tumkusanyika kupa kumusifu na kumbuka bwana mchumi muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ni kuthihirisha mahabba kwa mchumiwetu muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ni katika kuonesha mahabba yetu kubana mchumi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwanza kwa kukithirisha katika kumuswali ya mchumi sallallahu alayhi wa sallam nadilo tululifane ni kukithirisha katika kumbuka na kuwapenda alu bayti ya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam na kasida na mamboyote hapa tumiesikia kifanyika wala hayataki mambomarefu katika hapa molidi ya kendalea yini msikia molimu wangu sada khattaba kisema kumbaa hawa ni wetu sasa ya zamiri kujaikijani nahnu huwa ni sote ispokuwa yulemba yukomba hataki kuwa na alu bayti ya rasulillahi basi ndatakuwa hayumu katika vetu lakini madamu sote tuku hapa kuajili yao na kuajili yao na mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumengia sote katika vetu maizingu subhanahu wa ta'ala tupe mahabba ya kuwapenda alu bayti ya rasulillah bali nakum pendamu nye banam tumi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ito shiya limaninu ya sha'ir latumbiya aki wa sifu alu bayti ya rasulillah ya ala bayti ya rasulillahi hubukumu farzum min allahi fil qur'an anzalahu yakfiikum min azim alfakhri annakumu man lam yusalli alaykum la salata alaykum wa sallallahu alayhi wa sallam ma binziyeno ni faradhi alaykum shamuala subhanahu wa ta'ala katika al-qur'an 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 ma as'alukum alayhi min ajri illa al-mawadda fil qur'ba yakfiikum min azim al-fakhri ito shay nakutoshahu kudutawambia wa al-li ambukamba wa sifaham mahabba ya kumpendam tumi sallallahu alayhi wa sallam na alubaiti rasulillah ito shay kumbaa fakhni fakhri konu nini kumbaa salaya mujawetu haito simama wala haito suih kisa sawa iki wa hatu ataji wala hatu wa salli alubaiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam marufu katika salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ahli sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ahli sayyidina ibrahim inna khamidun majid maashar alha katika pilka pilka zakwa kumbuka alubaiti rasulillah nahunundu itaqwa wa sriyawangum fupi kabla hajya simama mzeyawangu sayyid ahmad bin sumait makumbuka manenu ya sayyidina alimam aliyy alayhi sallam akit rambiyya huyo ndiyo yatima yani khasara yako wewe kukosa ilmu na kukosa adab ni kubwa zaidi afadhali mkose babako na mamako na sungumza haya kwa sababu ya lozihirika na ya lopita mbali ama wiki zilopita kuoneshawazi umuhimu wasisi kusoma umuhimu wasisi kushikamana na ilmu ya leya lopitika katika ulemjadala ni yaoneshawazi kumbakule ni kukosa ilmu na kukosa adab na haya kumuku kutukistadil na sayyidina alimam aliyy ni yatima ambayo kumbakule kukosa ilmu na akta kukosa adab angalia mwenyezingu subhanahu wa ta'ala alipumu umbatu nabi allahi adam kitu katika vitu kwanza alifufifanya ni waallama adamal asma akulaha katika kumjenga nabi allahi adam na kumtengeneza na kumtaerisha na kumtokeleza mbele ya malaika kwanza alimpa ilmu akamsomesha maneno akamfundisha majina yote kishan akam towan beli za malaika kwan biha nany malaika sasa ambi ni bi asma yha ulah mtumi muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mambo makub alwe pewa bal bal ayya kwanza luterim shay wa habibuna muhammad sallallahu alayhi wasallam ilikuwani ikara bismi rabbika alladhi kha tena ikara bila mafool hakwambi wa somenini habibuna muhammad kumanisha kumbachochote chaeza kusomwa lolote na lisomwe muhimu liwe katika misingi na sharia ya mwenye zimungu subhanahu wa ta'ala domana tukasema ilmu ya dhini watu wa isome na maskuli watu wa wende lakini asasahuliwe mwenye zimungu subhanahu wa ta'ala asasahuliwe wanamtu muhammad sallallahu alayhi wasallam na haya ndumambo mengi ama ambu kumbachoyapata sasahivi ni kutukuzua ilmu ya secular kushinda ilmu ya dini ukona watu mtu yuko tayari mtoe mtoto waki madrasa ili apatakonda skuli bali nazahidi hata sisi ambu kumbachoyangosi tukazi tukua madrasa tukazi peleka skuli tukatengeneza integration badili ya kutukua skuli tukazi ingiza madrasa hili pia nililu tafauti na hini madandefu wala sitipenda kuyengilia walakin haya ndiyo mamba mbukwaman lazima tujikuzena sisi tukambiwa kumbachoyangosi mbukum subhanahu wa taala ametutende azema ametutende azema kama arsalna fikum rasulam minkum yetlu alikum ayatina wayuzakikum wayu alimukum alkitaba walikma wayu alimukum ma lam takun taalamun mbukum subhanahu wa taala katutengdi azema akatu teremshi amtumi sallallahu alaihi wa sallam akatu tumulizi amtumi sallallahu alaihi wa sallam kutokam ananasisi ambayukwamba yu watu somya ayaz mbukum subhanahu wa taala na yu watu fundisha qur'ani yu watu fundisha naman enoyake ya hikmah na atu fundisha mambo ambayukwamba yote haya nikonesha umuhimu wa ilmu na umuhimu wa kusoma na umuhimu wa kushikamana na mbukama haya ndiyo pale wewe ukismama katika jukwa au ukismama ukitaka kutaka dalili utuambia wewe wataka dalili kutoka katika qur'ani na dalili kutoka katika hadithi kisha wewe hujya yako kito waitu katika manara majellatul manara majellatul manara ni gazeti majellatul manara ni gazeti ambalukwamba lilikuwa likitolewa kila wiki badai lika wala kila muwezi masri mkama tuseme ile friday bulletin yetu ya jamie musik ndo majellatul manara sasa yaya akot majellatul manara kutuwa hadithi kumbay imesemakana hadithi hini wala hatutaki kufanya post-mortem ya ya mjadala walakin najaribu kueleza umuhimo sisi tarika yetu tarika tulalawia ni tarika ambayo kwamba ina misingi yake na misingi wakwanza kabla mamboyote ni ilmu na baada yake ni amal kukikose kana vitu kama hizi basi itakuwa hata haya tunayafanya tunayafanya lakini hatu ya fahamu tunayafanya na hini ni khatari ambayo kwamba yaja lau tusipozinduka basi hawawa tutu wetu wadugo wetu ambayo kwamba wakinukia watakuwa wafanya haya mambo bila kujua kwanini wafanya na watakuja kuzidisha mambo mbo kwamba hayafaya kuzidishwa kwa sababu hawana principles za kueza kuongoza katika ya le ambayo kwamba wafanya amal adab sina haja kufafanua zaidi uki kosa adab wewe galia mtumi sallallahu alayhi wasallam alpoulizwa ni vitugani ambayo kwamba vita ingizawatu peponi sana akasema taqwa allahi wahusnu lkhulq ni kumcha mnye zimgu subhanahu wa ta'ala natabi yanjema kumcha mnye zimgu ni sila yako benayako wewe namola subhanahu wa ta'ala nahini hakuna mtwaina yijua bali linsanu ala nafsihi basira we mnye wajua namna unavusali salayako namna unavusunga fungazako namna unavus mtadya mnye zimgu namna unavus mnye zimgu namtumi sallallahu alayhi wasallam bali linsanu ala nafsihi basira wajua nisilayako wewe na mbiyam wanzako namnagani wafanya connection na yiju izindiz a connection bili ambazukomba loutu kithaka kuingia peponim tumi sallallahu alayhi wasallam atu ambiyan do sababun bili muhimu tak wallahi wajus nul kulu mnye zimgu subhanahu wa ta'ala atuafiqiyye atupe ilmun amalina ikhlas laman nyumba alhabib sayyida ahmad al-badawi mnye zimgu subhanahu wa ta'ala mkunduli qabriyake ajali qabriyake wirozata minriyad aljannah lasi sim mishwiyyatu kifika mnye zimgu subhanahu wa ta'ala tupi khus nul khatima ajali yaman nuhyatu wa mishwavini la ilaha illallah muhammad rasul allah wassalamu alaykum walafu minkum bismillah arrahman arrahim alhamdulillahi robbilalamin wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa imam mutaqin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahu bi sani la yamidin hakika maneno yaluzum zani manzito na wakti umepita ta'alik fupi sana kukhusu kwanini jumadir kana hafa leo nubani na ili iku kwenye bernamij lakina kubusha mzivangu in shaka allahu ta'ala nikimali za tumimi baada yaduwa kumplikai khlas 11 huyu alu asis masala ka mahaia nani shaykh wa habibi siyyidi ahmad ahmad bin muhammad al-husaini nishaykh al-baghah 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 babaki hassan awsir na ahmad al-baghah al-baghah yaya hatari na faida ya mjada na tulofanya ama kwanini tumedirikana hapa hakika nisuna kubwa sana tumsoma mwuridi msikitini tumesoma mwuridi msikitini na kumtia mtumi nyumbani inaramziyake bali na hii tarikh ndo ya tuambia mtumi sallallahu al-baghah al-baghah ahama yuagura yuajamadina na ameshi wa shakula na maji Allahu akbar ameshi wa shakula na maji mara kwambali wakayona haima tuko masada ya kumtia mtumi nyane ya majumba na kumtia mtumi kwenye vifuwa vetu al-baghah 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 akamambia senabubakar tuende pale asatu wazakupata maji na shakula kununua wakangia kwenye haima aliyoko ni mwanamuke peke yake ni madrasa yule mwanamuke namna alifu mwangalia mtumi namna alifu msifu mtumi kwa mumewake amambia sura tukufu kama hizi zenye kunawil si mimi si nyini kunuliza chakula kununua na maji nyini wakupawa hata nyumbanzima niendu lakini hakuna tone lamai lakuwapa ni chakula tukumfaida ya kumtia mtumi ndihana ya majumba kama tukumtia lewa hapa nyumbani mtumi sallallahu aliyo sallam akamambia nakile kibuzi kikondoo akambe kile nikigonjua nakina mimba hakweza kutukuliwa akambia waweza kundetea mbana akambetea padembele yake tukumbuke ile jansa ya mikavipi upande wa kulia ni umi maabad baada umi maabad ni mtumwa mtumwa saini abu bakar mtumisha saini abu bakar hapa kumwa simu islamu baada ya mtumishi ni abdallah ambayikwamba andiwa awone shandiya la simu islamu kisha saini abu bakar yukupando kushoto haka kisumea kile kibuzi haka kipapasa haka kikamua kikatoke maikakakakakakakakakakakokakakakakakakakakakakakakakakakak butala maikvyubeubeoku nuy должна kakakakakakakakakakakakakakakakak suggesting User sl volumes von sian опo kuka Si adabu Kuanza kushotomi Adabu ni wanze kulia Wanze bebe Kukashindranwa hapo Baka moja katiwa goli Mabadha kakubali Akanwa Aka kamuatena Aka mpamtumishi Akanwa Aka kumuatena Aka mpayula mbao simu islamu Akanwa Kisha kamkamuatena Aka mpasenda baka Kisha akanoa yeye Kisha kakamuatena Kamba hiye mweke mwme wako Peke yake kukuoneshe Ile baraka ilo patikaniwa Imediately Na hii ni hadithi ilo suhi Iko katika Badawa sira Umimabadha Wakaondoka Sasa utona Kuna baraka ilo patikaniwa pale Hito Ya pili Kile kibuzi Ako kikondohu Kiniishi mpaka Kwenye khilafase Na mpakar Kwa meka kuminanane Na mbuzi Na kondohu Hawaishi Kwa meka sita Lakini kwa baraka Ya kikumsumea mtumi na kunini Kili pata umri Kwa meka kuminanane Baraka ya pili Ya tatu kukufahamisha Kwa madamu Atajua mtumi Ndani ya nyumba Kuna malaika huja Hududuria Na wale majini Walo silimu Inna sami'na Kur'ana Najaba Yahadi ila rushdi Fa amanna Bihi Pia hududuria Sasa asma Yukumaka Mtoto seda Abu Bakar Sidiq Askiya sawuti Kwenye anga Yasema Yamajini Kwa pakhabari Ya kwa jaman Musiogope Babinu Namtumi Muhammad Washaunruka Wileke ya madina Jazallahu Rabbu nasi Khairu jazaili Rafiqaini Hala Khaymau Mimabada Huma nazal Bilbirri Thumma Terowha Faflaha Man amsa Rafiqa Muhammadin Isaloo Akhtakum Isaloo Akhtakum Majini Wawenbiya Kamakka Waspia Sautiju Mgulizeni Akhtiyenu Yawum Ma'abad Yalu Jirina nyumba Isal Akhtakum Yalu Jirina Benakibuzi Inakup Patabarka Zidutoka Fainakum Inseltumuhu Nashhadu Mukimudiza Mutambiwa Tafsili Sasa Hapa Utoona Nambula Tatu Nikuwa Mjaraba Kumtia Mtumi Ndani Nyumba Wale Wale Mashetwani Babaya Marad Akodhi Tukaw Iyaw Kufukuzika Ndani Nyumba Kwenye Makawanda Nyumba Na Majirani Na Ile Nyumba Hubakia Kukumtia Mtumi Ndani Nyumba Baraka Yake Kumwakamzima Ikiwa Haya Kupitika Masiya Sasa Utoona Ile Ma Faida Yakumtia Mtumi Ndani Nyumba Sallallahu Wale Wasallam Na Hayakusha Pale Zil Kwa Muhadithina Katha Wakatha Wa Eleza Kibuzika Makile Watu Kawakiwa Nashida Magonjwa Walikenda Wakitukua Mazihwa Yau Kama Dawa Hayakusha Vile Kibuzika Makile Chawarisha Vatu Paka Kuminamoja Maziwa Asubuhi Najioni Kubarka Yakugusu Wana Kusamiwa Mtumi Muhammad Sallallahu Wale Wasallam Utona Masala Kumtia Mtumi Madya Mnumba Siria Kusama Mnulidi Nikitu Kukubwa Sana Halima Tusaadia Nama Mtia Mtumi Nanyumba Mpaka Liyo Yoko Hai Ukenda Wengereza Leicester Mnjiwa Leicester Kuna Offenage Kubwa Sana Imandikwa Ya Kuangalia Mayathima Ya Halima Tusaadia Mskiti Kubwa Sana Umejengwa Moroko Halima Tusaadia Universiti Pakistani Iko Kubwa Sana Yaitwa Halima Tusaadia Nini Kwasababu Alimtia Mtumi Ndana Nyumba Yake Mpaka Leo Halima Tusaadia Iko Kwebu Haya Simamu Matizu Haya Nimamu Yabarka Wazibaka Fani Mambu Mbuka 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 يَغَنِيكَ مَحْمُودُهُ عَنِ النَّسَرِ كُوَ أُتَكَيْ كُوَ مِيْهِ باتوا عوانجلين أصحابها عوانجلين مجينا عوانجلين مكبينا كُنَ يَيِّي أَسِمَهَايا حَكُونَ مْتُمْ تُقُفُوا كَمَ يَيِّي لكن يَكُمْ أَنْبِيَكَ كُنْ إِبْنِ مَا شِئْتِ وَاكْتَسِبْ عَدَبًا وَنَادَاهُ يَغَنِيكَ مَحْمُودُهُ عَنِ النَّسَبِ أَدَبُهُ يَعْكُونَ إِنْ تَكُشِينَ نَسَبَيَكُونَ كُنْ إِبْنِ مَنْشِيْتَ وَاكْتَسِبْ عَدَبًا يُغْنِيكَ مَحْمُودُهُ عَنِ النَّسَبِ وَلَا يَغْنِي نَسِبُهُ نِسْبَتَهُ مَنْ لَنْسَلَهُ لِسَانٌ وَالْآدَبُ يَغْنِيكَ مَحْمُودُهُ عَنِيكَ مُنْ بُأُرْبُهُ مَحْمُودُهُ وَاكْتَسِبُهُ عَنِيكَ طَرَنَى بارزنji ni kitabu cha uongo kina urongo باس تupi hadithi na hadithi ilo tolewa ni Abu Naim munkar wa doif باس sasa nani katika muhadithina sasa hatuko kwa mtume nesema walopokea ma hadithi ulama kwa hadithi munkar na doif aloitowa huwa ni mrongo pale ilikuwa ule mtoto alijuwa mtego hakisema hakuna hadithi basi sasa bebe bipi utakitupa kitabu na usema nchi urongo na huna usahidi hakika kwa mtego angengia hakikubali kubali liwa kaba kia pale pale lakini suala kama nifo sema sisi tumikabiliwa sasa hapa kuna hatari mbili hatari ya kunyamaza bila radilfil na hatari ya kunshugulishwa mambu kama haya na mustakbal ambu kwa mtuamalizwa kifikra tuna sato ndani ya nyumba na yoni internet wa tuto yetu wa angalia pornograph ilhad artificial intelligence si pala pake pa kuzugumza mavara artificial intelligence inafaida kubwa sana lakini nimada ambu kwa mantezugumza sikuwa juma maslidhukuba na hatari ya kuni kubwa sana kwa hivu sasa sisi kwa tashugulishwa kukanya maza kwa sababu ni mabuapuzi jili watapotea kwa hivu mimi na soha yangu ya sheikh muhammad na ahmad na hussein kwa mbiyani na muhammad na sheikh abud wabitayari wa maamuwa wao kila jumanne sambilu nusu wa taqwa kiyonishwa fa'i marrara ya maulidi sasa ili wa kiyonishwa ni watu mazo hawa na minasema hawa hawa na mantip wala hawa na logic hawa yuwa sima nini wala hawa na ilmu ala just pirating the imported thoughts kwa hivu wa iweko rudud fiili ilmiyan wa kila nukhta kisema katha lakini isiwe ndi umushowetu tunamuhi tunasishukulishu na hayatu watoto akotea amesema lahabibu tutukuhini mfano kama ndo semayana konzi yuzi methodology na muzaj ya mingi wa shela lazima wazei kina sheikh abubaka na viongozi kina the manager lazima lazima tushukulike tutukuhi na muzha ya mingi wa shela mingi wa shela mdogo sana uloko lamu wameamua viongozi wao na wanaharakati wao ya kuwa enough is enough schooly kwa sababu walimu hawa watu wamejipanga kitabu sana wamejipanga tangu 60 kuwalea walimu wa mbokomba wanafikra zao walimu wa mbokomba watakuenda na manhaji yao ndio bali utayona ili lgbtq plus ime take off kwa namna mbokomu utashtuka vipi leo watu wazazi watakubali kuwa wana watoto ndana ya majumba mtoto mwaka moja mivili wampe hormones ili ule mtoto kiume yawe mwanamuke kwa sababu mama ameamua au baba ameamua na watu ame kubali na mwishtama umekubali na mtoto akikataa akiripotiwa skuli ule mtoto utukuliwa na jana nilipata bombshell mwja nambira lakini mwana mambu haya hatu asikii sisi hamu asikii mambu haya ya wazieku kwa sabatoto wao wamepokoniwa rights za parenthood kwa sababu skuli wamejua kwa hawa watoto wakustabu hawataki fikra za lgbtq plus watoto sasa hawataki na baba na mama walelewa na watu baba yukumia kakumna sabah ndani kukukataa mwabuka mahaya and yet watoki watu kwa mwabuka mahaya hakuna chuko kanya hatani namariza mwana nangu wanjazi mwajahie hayan loyasema mina ladhina yastamionia alqawla faatabiu na ahsana seda seda uskani wako baada yaduwa ana klasi idashakumplike shikhilangu walaakamu walaakamu kwanza tukianzia hapa hapa kwenye nyumba ya maulid mama etu mwenye nyumba ya maulid hali yake ahitaji dua na mabinti zake pia mmoja mepata accident mevundika guhu tuomeni mwenye zimgu wa mungi unge arudi hali yake na wengine halizao pia sinzuri mwenye zimgu awape shifa na afya inshallah na wagonja wetu wote mwenye zimgu awape afya wali yoko maospitali na sisi mengine tutombe yao na marathi pia mwenye zimgu atupe shifa inshallah sasa tutasoma dua tukimaliza dua tutakitimishiwa kwa fatiha na dua kama nilivostong liya kusema nadugetu isha kawba karamana baada ya hapo tutaadhini tutaswali na baada ya suala itakuwa ni tabaruku inshallah sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad alhamdulillis alikum wa sallamalli wa ala 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 wa akshad wa alayafaa ahzいる wa alayafaa wa alayafaa ala affaadu wa alayafaa wa alayafaa wa alayafaa wa alayafaa wa alayafaa wa alayafaa وتتقبل من ما تحركنا فيه من نياتنا وتجعلنا في هضة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأحدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمأ في رحمتك الخاصة فلا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا بلك المستشفين أن تقابل المذنبان منها بالغفران والمسي بالإعسان والسائل بما سأل والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وضع ومن بركة وشريفية أولادنا ووالدنا وآل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والممنات في جميع جيات ودمنة الدين القويم في جميع الأغطار منشورة وما علم الإسلام والإيمان بأملها معمورة معنا واخشفين لهم كربة المكروبين واخذ دين المدينين واغفر للنذبين وتقبل توبتك وانشر رحمتك على إبادك المؤمنين واخشف شرنا المؤتدين وابسط إلى عدم بولاة الحقي في جميع النواهي والأغطار وأيض بتايد من انتقال نصر على المعاندين من المنافقين وجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع وفي الحرز المكين من الذنوب وأذمنا في الأمال بطواتك وصدق في خدمتك قائم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين وأخدم لنا منك بخير وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواه والقلوب والآل وصحاب ومن إليه منسوب وآخر دعوانان الحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم الفاتحة بنية القبول وقال الله كل سول ومامول وصلاح شان وبلغ المرام وحسن الختام وعلانية التيسير كل عسير واللطف فيما يرد به المقادير وتنور القلوب مع التقى والعفق جامعة وشاملة دافعة لكل بلية وأذية وحسن الخاتم عند الموت وإلى حضرة النبي محمد المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له قفا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكون له قفا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفان أحد شاءت روه إذا شاء شاءت روه إذا شاءت شاءت روه إذا شاءت شاءت روه إختمي شيء فأسحى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اثبنا بمعض فضلك وجودك وكرمك على ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصل اللهم ذلك الثواب إلى حضرت سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ووالدين وأولادنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحارنا ومحابنا وأهل أدنا وأد آبائنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا أو آسانا إليه ومن أحاطت به شفقت قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح من تلونا بسببه عبدك المرحوم اللهم أوصل إليه ثواب ذلك اللهم أوصل إليه ثواب ذلك اللهم أوصل إليه ثواب ذلك واجعل ثواب ذلك فداء لجميع من الله واتقل لهم وفكاكا لهم واغفر لهم وارحمهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وأوليائك المفلحين اللهم فعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم في فضل سبحان ربك رب العزة عما يوصفون وسلام على الموصلين والحمد لله